قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمها الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورد شريحة حلقة متميزة بعنوان مفاعل سر العماد حيث تطرق البرنامج لأهم ثلاثة مفاعل لهذا السر المقدس وهي دخول الجماعة المسيحية إلى الكنيسة من خلال العماد والولادة الجديدة ثم الموت والقيامة مع السيد المسيح فإلى هناك أبونا العماد لما بقولها أن لم يولد الإنسان من الماء والروح ولن يدخل ملكوت السمع كان ينادي موسى بمعمودية التوبة لما يقولوا أنه موسى عمدنا أو أنه هي يقولوا أنه هاي موسى عم بعمد بالماء وقال لهم موسى يحنى يحنى عفوا يحنى كان جاء لمعمودية التوبة فمن يأتي بعده يعمدكم في الماء والروح فكان مذكور موضوع الروح وجاء يسوع وتعمد على يد يحنى المعمدان ليكمل هذه التنبؤات وقال له أنه علي أن نكمل هذه المسيرة لأنه ناله كلها بر فمعمودية وجود الماء يعني حسيته مربوط الماء بكل مسيرة الإيمان من العهد القديم إلى العهد الجديد وكان الروح هائما على سطح الماء لأنه كان الأرض مغمورة كلها مي وبعدين الأرض بلشت تطلع من هذه المياه كأنه برضو كمان شبه العماد يعني كيف الإنسان هيك الأرض نغسلت بالمياه جميل تشبيه وطلع من المي الحية التي هي على الأرض فموسى لما الشعب العبراني أسم البحر وعبروا العبرانيين إلى الخلاص مية بالمية لا المي على اليمين وشمال وكانت تمطر من السماء فحسيت أنه كمان وصف المشهد كأنه اتعمدوا الشعب العبراني بهذا العبور اتعمدوا كليته مكبار وصغار يعني في موضوع المي وطلعوا للخلاص المفهوم هذا المي وجود الماء لموضوع العماد كثير له ارتباط عميق شو الفعل اللي بعمل العماد فينا الكنيسة قسمتوا من زمان لثلاث أشياء رئيسية أول إشي شرط أساسي لدخول الجماعة المسيحية يعني لا تقبل الجماعة المسيحية بكنيستها بالمبدأ العام كملتزم كنسيا كابن كنيسة إلا يكون معمد هيك الكنيسة الأساسية نقول نقطة الأساسية الثانية الولادة الجديدة اللي حضرتك فصلت فيها قبل قليل والنقطة الثالثة اللي هي وإحنا لما بنعمد ونقرأ الرسالة ونحكي الموت والقيامة مع يسوع المسيح حتى البيزنطيين الأرثودوكس خاصة بعمدوا أنه لازم ينخنق الطفل ثواني ويطلعوا الموت والقيامة والحياة وهذا الولادة الجديدة هذا الجرن المعمودية وكأنه البطن الست الأولى الأم الأولى حوى كانت ببطنها هذا البطن الجديد للكنيسة نزل الطفل ويطلع يولد الولادة الجديدة زي ما تفضلت حضرتك بالمقدمة أنه مو بس العهد القديم كل الحضارات القامت بحوض المتوسط اعتمدت على الماء في التطهير لظهر أمام الله ثم يغتسال عند الأغريق وعند المصريين ثم وضوء عند اليهود نشوف الفكرة الحياة تساوي الماء بدون ماء موت لا يستطيع الإنسان أن يعيش وهذا الماء نسمة الحياة تكمن فيه فهو الماء هو بالنهاية أهم عناصره أكسجين فهو يساوي الحياة لما نحكي أهمية الماء في هذه إذا جاز التعبير بالعامية إذا استخدمت كلمة عامية الشهقة هي نسمة الحياة اللي الله دفخ في الفطين أصبح آدم لأننا نفارق هذه الحياة بمتى سلمنا هذه نسمة الحياة أبونا ذكرت موضوع المياه وطريقة المعمودية اللي هي التخطيص أنه بالعهد القديم كان موجود موضوع فيه رموز كتيرة بالعهد القديم مثلا سفينة نوح برضو كمان بعد ما ظهرت الأرض وخلق الإنسان وأصبحت الأرض كمان بالخطيئة عايشة ورجع ربنا رجعها للمي وغمر الأرض مرة تانية غرقها ولكن حست أنه الفلك اللي هن العائلة تانية نوح مع هالثمن أفراد وأخذ الحيوانات من كل زوج حمام موضوع المي أنه كمان عمد رجع عمد الأرض مرة أخرى في المياه ورجع بعدين طلعها للحياة مرة أخرى فمفهوم المعمودية مع المي يعني كان هذا مفهوم العهد القديم واستمر بالعهد الجديد بمفهوم المعمودية والتخطيص اللي علمنا يا يحنى المعمدان ما هو الإيمان شو معنى كلمة إيمان الإيمان هو أني أصدقك الإيمان هو التصديق الجازم نعم بفعل وحلون وحضرة الله تعالى هذا تعريف شخصي أنا من عندي الإيمان ولكن الشق الأول منه هو تعريف اللغة بالمعجم نعم لغويا الإيمان هو التصديق الجازم بوجود الله بس أنا بضيف عليه التصديق الجازم بحضور مش بس بوجود الله نعم نحكي الشيطان بعرف أنه الله موجود ولكن أنا أنا أتبنى في حياتي هذه الأيدولوجية ثقتي بالله وحكيت الحب العشرة اللي بتصير خبرتك مع ربنا لما توفى والدك كل الحزن الصخب كيف ربنا رجع مسك بإيدك وطلعك ومشي معه هذا بعطيك ثقة أنا ما بثق بواحد ما بعرفه ما بثق بواحد جديد بحياتي بدي يقول لي تعال ما بمشي معه بينما المشخص إلي معه سنوات بمشي معه وأحياناً كثير بكون مش مش فاهم مش عارف وين رأي بس من ثقتي فيه ومشوف بالصيد الوفير لما قال له سمعان بطرس لما قال له لأجل كلمتك أنا أنا على يقين البحر فاضي ما فيش ولا سمك سهرنا الليلة كله يا معلم ولا منصد شيئاً إلا لكلمتك ألقي الشبكة هو متأكد متأكد يعني إنه فيش أمل بالموضوع لأجل كلمتك هاي الثقة هاي الثقة هي اللي بتخلينا نمشي هي اللي بتخلي الزلم ومرته بثقة اللي بتخلي أولادنا نعطيهم هاي قوة الشخصية الثقة فيهم لما ما نقول له رح اعمل انزل على الدكان جيب ودي ما نخوفه كثير إلا من الأشياء الخطيرة ما نبالغ بالأشياء الأمور الوسطة الثقة في علاقاتنا مع المدير والموظف مع الأستاذ والطالب بكل هاي هي بتولد كما منبعها الله تعالى